عرسال مع الجيش وليست خارج عن الدولة تحت هذا العنوان نظمت مسيرة من داخل عرسال وصولا إلى حاجز الجيش الرئيس عند حدود اللبوي أطفال هتفوا للجيش وحملوا الورود إلى عناصر فوج المجوقل الذين حملوهم بدورهم ورفعوهم على المللات في صورة معبرة نحن طلاب وطالبات عرسال نؤكد أن ما حصل في عرسال هو حادثة مريرة ونقدم التعازي لأهالي الشهداء والجيش اللبناني ولكن ليس لوحدة الوطن فوحدة الوطن اللبناني جبل لا يهز هاريح وأن عرسال هي من البلدات التي قدمت في سبيل الجيش اللبناني الغالي والنفيس وليس كل ما يظهر في الإعلام هو صحيح وهذه ورود المحبة نهديها من قلوبنا وليس فقط من أيدينا إلى الجيش اللبناني العظيم هكذا ربانا آباؤنا وهكذا سنربي أبناءنا كبار تقدموا المسيرة التضامنية ولقاهم قادة الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة وفجأة وصل قائد الفوج المجوقل العميد جورج نادر وكان هذا الحوار بينه وبين الرئيس السابق لبلدية عرسال باسل الحجيري نحن أهل عرسال في مجموعة من عرسال مطلوبين للعدالة بدي توقفوا أيان ياكم وين كانوا مع مين وكيف وهو مطلوبين للعدالة عندنا ليحب أسمائهم بنا نوقفوا بس يتوقفوا نحن معلنا شيء إذا أياه هو أحد من عرسال بيأكل كفص وعندنا نحن نحن مسؤولين إذا مقلوق عليها بالموضوع بس نحن فيه أمر بالإيادة فيه ناس اللي يتعدوا على العسكريين يلي شنعوا بالعسكريين هذي من نصفية ولاد عرسال أبن عرسال كله أخليقهم نعرف الأبن عرسال طريق العودة لم تكن سالك أمام المتضامنين مع الجيش فقد قطعها لبعض الوقت شبان غاضبون ولكن سرعان ما أعيد فتحها وفي هذا الوقت كانت عرسال تشهد اعتصاما طلبيا في بلديتها طالبا لما سمي برفع الحصار وبتشكيل لجنة تحقيق إجراءات الجيش مستمرة لا مذكرة توقيف ولكن هناك لائحة مطلوبين للتحقيق معهم كمشتبه بهم والأسماء الواردة في هذه اللائحة هي التي تحاصر البلدة والمطلوب إما تسليمها أو إلقاء القبض عليها